اشتركوا في القناة أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين وآل بيته الطاهرين وزوجاته وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله هذا الحج الذي يعلم كيف يعمل الإنسان لتغفر ذنوبه هذا الحج الذي يصلك بماضيك وتتذكر أسلافك من الموحدين إبراهيم الذي بنى البيت وإسماعيل الذي أعانه وهاجر التي كانت تطوف بين الصفا والمروى بحثاً عن الماء من أجل طفلها الرضيع فأنقذها الله ووليدها بهذا الماء الذي يجري إلى قيام الساعة ماء مبارك وكذلك تستمر الطاعات ويتابعون بين الحج والعمرة لنفي الفقر والذنوب وأيضاً فإن هذا الحج من علامات عزة الأمة وسيظل هذا الحج معلماً عظيماً من معالم قوتها قال أحد الغربيين سيظل الإسلام صخرةً عاتيةً تتحطم عليها كل محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم ومنها مؤتمر الحج السنوي العام وإذا نظرت إلى الحجاج الجدد والذين أسلموا حديثاً ماذا يقولون لا أستطيع أن أصف مشاعري وأنا أرى الكعبة فعندما رأيتها بكيت وبكيت كثيراً ودعوت لمن كان سبباً في وجودي في الحج بل وبعد الحج ينطلق كثيرون ممن أسلم حديثاً دعاة إلى الله وجاء من جنوب تشاد قسيس أسلم لأداء فريضة الحج وبعد أن رجع أسلمت على يديه إحدى عشرة قرية من قرى تشاد وفي كينيا قبائل الماساي وثنية أسلم أحدهم وجاء إلى الحج وعاد إلى بلده فكان شغله الشاغل الدعوة إلى الله فأسلم على يديه العديد من الناس ودخلت قرى في دين الله عز وجل وكان كبير للمشعوذين في جنوب دولة بنين حاقداً على الإسلام وأهله يستخدم السحرة لصد المسلمين عن دينهم فكتب الله له الإسلام وحسن إسلامه وجاء على نفقة بعض أهل الخير للحج وبعد أن رجع دخل مئات من الناس على يديه في الإسلام وأسلمت قرى كثيرة في بنين نتيجة لجهوده إذن هذه المدرسة مدرسة الحج تخرج دعاة وإذا أحسن أهل الحرم القيام بواجبهم سيكون هناك نتائج عظيمة ومبشرة أعظم وأعظم بإذن الله تعالى وقد روت كتب التاريخ أن أهل مكة كانوا عند قدوم الحجاج يعلمونهم المناسك ويدلونهم على المسالك ما هي وظيفة أهل مكة وما حولها وجد ميناء مكة البحر والجو الآن يدلونهم على المسالك ويعلمونهم المناسك الله أكبر عندما يقوم المسلمون بوظيفتهم كيف ينتشر الخير يعلمونهم المناسك ويدلونهم على المسالك من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه وهذا الانصراف من الحج وفيه خشوع النفس لله إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائيا قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد بكائيا أتيت بلا زاد وجودك مطمعي وما خاب من يهفو لجودك ساعيا إلهي إليك قد حضرت مؤملا خلاصة فؤادي من ذنوبي ملبية يخرجون يقصدون بيت الله الحرام ثم يعودون فماذا يحصل لهم في خروجهم وبعد عودتهم يقول عليه الصلاة والسلام أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج صحراء قريبة من مكة أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك ودع الحجاج بيت الله في طواف الوداع الذي هو نظام عظيم للمسلمين كانوا في الأول ينصرفون من كل وجه واحد يخرج منه واحد من مزدلفة واحد عن طريق عرفة واحد عن طريق الطايف واحد عن طريق جدة فجاءهم الأمر النبوي لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت كلهم لا بد أن يعودوا إلى البيت الذي بدأوا منه ويودعونه قبل أن ينصرفوا وهكذا تفيض للبيت العتيق حشودهم ختما بما بدأت به في حجها ويغادر الوفد العظيم مودعا تلك الرحابة وقلبه كلف بها قال أعرابي في ختام حجه اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي وللناس علي تبعات فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف إكراما وأنا ضيفك فاجعل إكرامي ليلة الجنة ودع الحجاج البيت وفي النفوس ما فيها والله جعل البيت مثابة للناس ما يذهبون عنه إلا ويشتاقون العودة إليه فأي مكان في العالم إذا خرج الإنسان عنه يشتاق للعودة إليه ولا يمل منه آبدا إلى أن ينقض العمر هذه البنية التي جعلها الله للناس عباد الله ضحى أهل البلدان تقبل الله منهم وذكروا الله في هذه الأيام العظيمة أيام التشريق والذي يريد أن يصوم أيام البيض لا يصوم الثالث عشر فيصوم الرابع عشر والخامس عشر وإن شاء أضاف إليه السادس عشر أو غيره لتتم له ثلاثة أيام من كل شهر وينبغي أن نكون نحن في صلة للرحم وإحسان للجيران وحسن المعاملة مع الناس ورأس صلة الرحم بروا الوالدين عندما يأتي سؤال من امرأة من أم قبل أيام يأتي السؤال ليقول ابني مدمن أعق وتشاجرت معه كثيرا وفي آخر مرة دعوت الله عليه أن يموت ونذرت أنه إذا مات لأصومن صيام داود عليه السلام تقول ثم حدثت له حادثة ومات فماذا يجب عليه بغض النظر عما يجب عليها ما الذي يترى دفع هذه الأم الرؤوم الرؤوف الرحومة بولدها في الأصل إلى أن تدعو بهذا الدعاء وتنذر هذا النذر معنى ذلك أنه أراها ويلات عظيمة وقد كثرت حوادث قتل الأبوين يقول أحد بالتتبع ما يمر شهر إلا وتحدث جريمة قتل لأحد الأبوين أين نعيش؟ في غابة؟ في جاهلية؟ ألم يأتي الإسلام بإكرام الوالدين؟ اللهم اجعلنا بأبائنا وأمهاتنا بارين يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيما أتيتنا واجعل ما أتيتنا عوناً لنا على طاعتك نسألك الأمن والإيمان في بلدنا هذا وبلاد المسلمين آمنا في الأوطان والدور وأصلح إلى إمة وولاة الأمور واغفر لنا يا عزيز يا غفور اللهم اجزب الخير كل من كان عون للحجيج على أداء حجهم ابتغاء وجهك يا كريم اللهم اجزب الخير كل من كان يراقب وأمن الحجاج لأجل أداء حجهم ابتغاء وجهك يا عظيم اللهم إننا نسألك أن تفرق جمعنا هذا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله